لم تعد إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن بنفس الحماس حيال الاتفاق النووي مع إيران فتصريحات المسؤولين الأمريكيين التي اعتادت توخي الحذر عند الحديث عن احتمالات فشل المفاوضات باتت أكثر وضوحاً الآن في الإعلان عن تراجع اهتمامها بهذا الاتفاق روبرت مالي المبعوث الأمريكي بشأن إيران ذهب أبعد من الاتفاق حين صرح لوكالة بلومبرغ أن إدارة بايدن باتت تركز الآن على دعم الاحتجاجات في إيران ومنعها من تزويد روسيا بالأسلحة أعتقد أنه من الواضح أن إدارة بايدن ما زالت مهتمة بالاتفاق لأن أنتوني بلينكين سئل في CNN حول ما إذا كانت إدارة بايدن ما زالت مهتمة بالتفاوض مع إيران لكن بلينكين تهرب من الإجابة غير أن هناك من يرى أن إدارة بايدن ما زالت مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران رغم تصريحات الخيار العسكري لكن الأمر لا يعتمد عليها فقط فإيران لم تبدي حتى الآن أي استعداد للمضي قدما نحو إتمام الاتفاق بوضعها شروطا لن تقبل بها واشنطن إنهم يريدون إبراما الاتفاق عند أي نقطة تقبل بها إيران لكن يبدو أن إيران لا تريد الاتفاق معظم الجمهوريون أيضا لا يريدون الاتفاق ويعتبرونه سيا لكن إدارة بايدن تريد أن تعود إلى الاتفاق غير أن الأمر أيضا يعود لنظام في إيران في المقابل تؤكد الخارجية الإيرانية أن طهران لن تقبل باستئناف مفاوضات الاتفاق النووي ولن تقدم تنازلات لواشنطن التي ترى أنها لم تخلق مسارا مناسبا تجاه خطة العمل المشترك للتوصل إلى هذا الاتفاق إيران تقول إن حاجة الغرب إلى الاتفاق ليست أقل من حاجاتها إليها لكنها في نفس الوقت تفرض شروطا غير مقبولة الأمر الذي يجعل من الصعب على إدارة بايدن أن تستمر في نفس الاتجاه حتى وإن كانت تريد التوصل إلى هذا الاتفاق لقنوات أبو ظبي سيد يوسف واشنطن